ترجمة نانسي قنقر أعضاء والزملاء في المجلس الأقليمي وكذلك جماعة عرائش سنقول لوفود المشاركة في المهرجان وجميع الزوار الذين يشاركون في المديناء مرحبا بكم نتمنى أن نكون لدينا حصل الصدافة لكم شكرا أعزوا باللون بركة دانا عرائش مرحبا بكم عرائش مرحبا بضيوف مدينة العرائش في النسخة السادسة للمهرجان الدولي للتلاقم التقافي مدينة العرائش ممت مدينة محظوظة بكونها تحتضن هذا المهرجان وليكن نتمنى أن نكون جيوب تحضروا مرحبا بكم مرحبا بكل مواطني المغربة مرحبا بكل صور خارج المغرب المهرجان هذا يعني رفعة أساسية يعني في السوق مدينة العرائش الدولي جميع القطاعات الحكومية من الخارطة فد مهرجان هذا اللي غادي يكون إن شاء الله مهرجان متميز غادي تحصل فيه قفزة نوعية إن شاء الله أنا في الحقيقة واحد من الناس مؤجبين جدا بصيرات تطور دير مهرجان وهذه السنة إن شاء الله سيكون وفود من مختلف الجنسيات الإفريقية والأوروبية مرحبا بكم في مهرجان تلاقح ثقافات مرحبا بكم في مدينة العرائش 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 مرحبا بكم في Wanibah مرحبا بيكم في العلايش مهلا بكم كل العلارس الهاتف لا متواجد حالية مهلا بكم مهلاا về الآرس مرحبا بكم عند العراج 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 . . . . . ترجمة نانسي قنقر